شن الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية عدة غارات جوية استهدفت مناطق انتشار حزب الله اللبناني في ريف حمص قرب الحدود السورية اللبنانية وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت صهاريش في منطقة حوش السيد علي قرب الحدود السورية اللبنانية ما أدى إلى إصابة سائق سوري وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الغارات استهدفت مستودع أسلحة ومقر لحزب الله في المنطقة أفادت مصادر متابعة لصحيفة الشرق الأوسط بأن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية تزامناً مع التصعيد العسكري بالمنطقة فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضها وبنفس الوقت لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضها وأضافت المصادر أن دمشق وقع بين فكيئ الكماشة الإيرانية الروسية والضغوط تشتد عليها من الجانبين في وقت تصلوا فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي وأشارت المصادر إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل من جانب وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الوزير لويد أوستن يقود عملية نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط مع استعداد المنطقة للرد الإيراني على بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وأوضحت نائبة المتحدث باسم البنتاجون أن نشر قوات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يعني زيادة عدد الأفراد ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الحجم الدقيق للوحدات المحددة وبالسياق أفاتت مصادر أعلامية محلية بهبوط طائرة شحن تابعة لقوات التحالف الدولي في خراب الجير بريف روميلان شمال شرق الحسكة تحمل على متنها معدات عسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية وجنود كما أضافت المصادر وصول قافلة محملة بالعتاد تابعة لقوات التحالف الدولي إلى قاعدة كونيكو شمال دير الزور صباح اليوم السبت أفاتت وكالة تاس الروسية بأنه أعلن مركز تابع لوزارة الدفاع الروسية الانتهاء من بناء قاعدة عسكرية روسية سوريا في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة قوات قصد بالريف الشمالي في حلب قرب الحدود السورية التركية وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الإجراءات مستمرة للرقابة على نظام وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة وشيرا إلى اتفاق بين أنقرة وموسكو عام 2019 بعد عملية نبع السلام التركية ضد قوات قصد شمالي سوريا نفت السفارة السورية في بيروت يوم الأمس الجمعة صحة الأنباء المتداولة عن فرض دمشق رسوما على دخول اللبنانيين إلى سوريا وأكدت السفارة أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سوف ينشر بالوسائل الرسمية حصرا ومن بينها الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت وكانت قد تداولت بعض المواقع الآلامية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض تأشيرة دخول إلى سوريا ورسوما على اللبنانيين وثق فريق منسق استجابة سوريا ارتفاع نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا إلى نسبة 89% مؤكدا أن العام الحالي يشهد أدنى عمليات استجابة منذ خمس سنوات وذكر الفريق في تقرير له أن الاحتياجات الإنسانية بالمخيمات ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 26% في مختلف القطاعات بينما انخفضت الاستجابة الإنسانية بنسبة 13.57%